تلبية للدعوة التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي بحضر موت أحيط مدينة المكلة وعدد من مدريات محافظة حضر موت ساحلاً ووادياً يوم الأرض الجنوبي في الذكرى التاسعة والعشرين لاجتياح الجنوب في السابع من يوليو واكتضت ساحة المهرجان بمدينة المكلة بالجماهير الغفيرة من أبناء المدينة وضواحيها في الفعالية الجماهيرية يوم الأرض الجنوبي التي دعت إليها قيادة المجلس الانتقالي بحضر موت راسمين لوحة وطنية جنوبية تبعث رسالة واضحة على تمسك أبناء حضر موت بمشروعهم الجنوبي وتجديد مطالبهم بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من الوادي ورفضهم لمؤامرات تفكيك قوات النخبة الحضرمية وتمزيق النسج الحضرمي وإعادة تمكين أدوات حلفاء اجتياح الجنوب من مفاصل السلطة المحلية في المحافظة في رسالة شعبية واضحة من داخل حضر موت ساحلاً ووادياً في رفض مشاريع اليمنانة اشتركوا في القناة